حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر وعلى أرض مصر مبادرة حياة كريمة لا يتوقف وتواصل دعمها لكل سكان الريف المصري ولكل مواطن على أرض مصر لتكون بالفعل بوابة الخير في كل محافظات وقرى مصر بشرفنا في الستوديو دكتور محمود البتنوني أستاذ الاقتصاد هنتكلم أكثر عن مستقبل الريف المصري ومستقبل مصر في ظل مبادرة حياة كريمة أهلا بحضرتك دكتور محمود أهلا بك فإن المحمود يعني الحقيقة المبادرة بكل ما فيها من رؤية من تخطيط من أهداف من آليات لتنفيذها من تناسق وتناغم بين كل مؤسسات الدولة وكل قطاعات الدولة بكل المراحل التي تمت على أرض مصر نقدر نقول أنها بالفعل كما يقول عنها العالم هي مبادرة القرن ومعجزة العصر الحديث كلمني يا فندم عن رؤيتك الاقتصادية لوضع ومستقبل الريف المصري والمواطن المصري في ظل مبادرة حياة كريمة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المبادرة هي مبادرة عالمية يعني هي مش مسألة أنها مجرد خاصة بنواحي محلية مصرية لكن هي تطبيق على أرض مصر بتمويل مصري بسواعد شباب مصريين لكن في نفس الوقت هي العالم عليها لأن هي بتعمل حاجة اسمها إعادة صناعة الإنسان من جديد طبعا إحنا مصر والعالم كله بيكلم حتى إصدارات الأمم والتحدة بتكلم عن التنمية البشرية بمحاورها التعليم الصحة التدريب الجانب والتمكين الاقتصادي المبادرة دي تناولت كل هذه الجوالب بتخطيط كامل بحيث أنها تغطي كافة نواحي التنمية البشرية الخاصة بالريف المصري فطبعا ده بالنسبة لنا معجزة في إيه؟ إن احنا عندنا مازال في مجموعة من القرى لها الأكثر احتياجا دي حوالي مثلا 377 قرية تقريبا القرى دي بتعاني مازالت بالفقر بتعاني بقلة مياه الشرب والصرف الصحي مشاكل في الزراعة مشاكل في البطالة مشاكل الصحية مشاكل تعليمية طبعا المبادرة تناولت كل هذه الأمور للقرى الأكثر احتياجا عشان كده لما سيادة الرئيس أعلن المبادرة من سنة 2016 وبتدت المبادرة بتفعيل مؤسسة حياة كريمة في سنة 2019 كان حارسين على إن احنا نعمل مراحل للريف الريف كله مش مرحلة واحدة عندي مراحل اللي هي نسبة الفقر فيها 70% في أكثر دي اللي احنا بنسميها الأكثر احتياجا دول اللي بدأ اللي هي المرحلة الأولى اللي احنا بديين فيها وشغالين فيها ومنين جسلين المرحلة التانية اللي هي نسبة الفقر فيها من 50% ل70% والمرحلة التالتة اللي هي أقل الفقر فيها أقل من 50% فطبعا المرحلة الأولى دي هي الأكثر عرضة للإرهاب بأنواعه الإرهاب السياسي الإرهاب الفكري الإرهاب وكل أنواعه بالإضافة إلى أن في مشاكل خاصة بالنواحي الصحية رهيبة جدا بميات الشرب فابتدى اتخصصتها حوالي 7 واحد من 10 مليار جنيه تم إنجاز في مجال الطرق في مجال الكباري في مجال ميات الشرب كمان في الجانب الصحي الصحي كمان المؤجزة فيه إنه مش مجرد إنه اكتفى بس مجرد مستشفيات أو وحدات صحية لا فيه مستشفيات وحدات صحية قوافل طبية ابتدت توفر كمان مش مجرد علاج لا أجهزة تعويضية للمرضى كمان حتى نظارات النظر تم تيوفرها بالكامل لهذه القرى يعني تفاصيل حياة المواطن بشكل عامي بيعمل صناعة للإنسان من أوله جديد صحيح كمان عمل حاجة اسمها التمكيل الاقتصادي في القرية بحيث إن أنا بجيب الشباب بقى سعيدهم في عملية تدريب بقدر أخرج منهم طاقات أعمل ثلاث أنواع من المشروعات مشروعات صغيرة مشروعات متوسطة مشروعات متناهة صغيرة ويبتدوا يشتغل وكمان أضافوا إنه هو كمان في المبادرة بيعملوا حقيقة مجمعات صناعية المجمعات الصناعية كحاضنات أعمال إن أنا باخد المشروع الصغير ده ويبتدي معايا بعد الوقت يتحول لمشروع إن شاء الله يبقى مشروع كبير هتوقف مع حضرتك نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوارنا ساعدت محدود الدخل في إيجاد مثلا حياة أدمية بشكل كويس إحنا شايفين التطورات الأخيرة بشكل كويس آه في ضغط على الناس ما ننكرش ده في ضغوطات أكتر على الناس مديا ولكن أنا شايف الحياة رايحة للأفضل بإذن الله وربنا يوافق الجميع صار في ميا مش عارف بتدني الناس الغلابة اللي مش لقي بتدينه بتعمل لهم بيوت كهربة مش عارف غاز مدرسة مستشفيات بيوت تسكن فيها ناس الغلابة الحاجات دي يعني حاجة لناس الغلابة عنهم كده بس ساعدتهم جامد جدا البلد بصراعة ربنا في تقدم والحمد لله هو الناس اللي تحت الفارقة شوية انظبطتوا بقت كويسة جدا لأن حياة كريمة دي ساعدت ناس فقرة جديد جدا وربنا يكرم رئيس الجمهورية لساعدة فتاح السيسي ربنا يبشترها معاه بصراحة ربنا البلد في النهوض والدولة يعني جميلة جدا موضرة حياة كريمة حطت الفقير في منطقة تانية خالص ازاي؟ دلوقتي حضرتك هي نبدأ بالاسم الاول حياة كريمة هي الحياة بس هنخليها بشكل كريم يعني ايه شكل كريم؟ يعني شكل ادمي يعني الشكل بيحقق لانسان حاجات كتير هو عايزها اول حاجة دلوقتي لما نيجي نقول مثلا مشروع طبطين الطرع ده جزء قصير من بوضرة حياة كريمة ادي واحد رقم اتنين تطوير الكرة عند حضرتك دلوقتي مثلا الكرة معلشش ما كانش فيها خدمات لكن فيها المية بالنسبة لسايا مثلا خمسين في المية أو ستين في المية على ما اتذكروا الباقي مش موجود لا دلوقتي انا ببدله شباقات مية الكهرباء هنقول الكهرباء موجودة ماشي لا بس في كرة كانت يعيني بتعيني النور يقطع كابلة تتولع ما عرفش ايه لا دلوقتي بقدر مدلو كهرباء عملت بتساعد الكرة الفقيرة وبتبني بيوت والبيوت اللي مغير اسف تزبط الدنيا يعني انا شايف ان هي حاجة كويسة وبانت مدرسة وبانت مسجد ساعدته في اكتر من معيشة الفقير المعيشة بتاعته لا مية كويسة لا تعليم كويسة لا صحة كويسة لا لا فدي في حد الثانية حاجة تانية خالص معيشة تانية خالص رجعنا مع حضرتكم مرة تانية لازال معنا وماكم دكتور محمود البتنوني أستاذ الاقتصاد ولازال حوارنا عن حياة كريمة أهلا بحركة فانديم مرة تانية أهلا بيك فانديم ومنتكلم عن أهداف حياة كريمة اللي بتحقيقها على الأرض مصر وداخل حدود الدولة المصرية ولكن بالتأكيد وكما يقول كل الخبراء وكما كان يعني يستهدف لهذه المبادرة عند وضع هذه الرؤية أن تحاقق وتلبي احتياجات المواطن المصري في ظل متغيرات وتهديدات عالمية كلمنا يا فانديم عن هذا المفهوم الجديد لحياة كريمة طبعا هي مصر جزء من العالم والاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي عموما بين رواج وبين كساد بين ارتفاع وبين الخفاض الفترة اللي هنها عايشين هدلوقتي دي فترة كساد يعني انت بلعب اللغة كده يعني الاقتصادية كساد عالمي كبير نتيجة الحرب الاخيرة اللي موجودة بين روسيا و اوكرانيا طبعا تأثرت بها دول كبيرة جدا الدول دي المفروض انها سبقانة في مراحل التنمية البشرية بمسافة لكن المفاجأة ان احنا لان العكس تضررت بالضبط وحصل نوع من انواع التمرد البشري داخل هذه الدول بفئاتها ضد الظروف والاوضاع الاقتصادية اللي بيمر بها العالم كله في الوقت نفسه شعوبها تأثرت كثيرا جدا فرغم ان ده كان فيه حديث من قبل كده من 2008 و2007 انها داخلين على مرحلة حرب المياه وداخلين العالم كله حرب المياه وحرب الغذاء وواء لكن من سنة 2016 تم اخذ هذه الحقائق اللي احنا متسكرين عليه قبل كده لكن عاوزين نواجهها من قبل ما تحدث وتبقى مشكلة جاهزة بالنسبة له كان من ضمن المحاولة دي حياة كريمة يعني النهاردة مثلا انا بتكلم في ظل الدول بتعمل بتعمل على انكماش الانفاق لحكومة بتاعها والانفاق على المواطن والدعم وفي نفس الوقت الدولة عندنا في مصر لا بتتوسع لا ده انا بعمل مستشفيات بعمل مراكز تعليمية بعمل تدريب للشباب بعمل بساعدهم في مشروعات بابني منازل بابني أسقف ما زل الأخ مقال في الفاصل كل الكلام ده الدولة بتعمله فإذا الدولة عندها وعي تام وعندها حرص على المواطن المصري الحاس تابعه ايه ان انا عندي مصادر لتمويل ذلك المصادر دي ما جاتش هورية اللحظة أكيد فيه احساس بهذا الموضوع من قبل الموضوع ده يعني مثلا من رأيس يدي هزي مبادرة من الفين وستاشر كنا بنقول ايه اه ما احنا هنخش في حاجة زي كده وداخلين في مشاكل لكن ما كانش فيه وعي تام في الفترة دي عند الاغلب الاعم لا احنا هنخش في الكلام ده فترة اللي جاية فلازم نجهز من النهاردة نجهز ايه بقى نجهز اه في مجال الزراعة الامحي مسلا على سبيل المثال وستصلاح الاراضي هنجهز في موضوع شبكات المية اللي بتعمل على كاف التنحاء الجمهورية وخاصة في الريف هنجهز بالمدارس التعلمية اللي بتعمل وفي الريف بالذات وهكذا وبعدين بحيث نصل الانسان هو هدف المبادرة كده ان انا عاوز انسان سليم ارفع كفاقته علشان يحدث لي بقى بعد كده هو دور التنموي عشان يكون انسان منتج في المرحلة القادمة فحتى عملت هذا الموضوع يعني قدمت قالت له خد انا حدي خدمات حدي خدمات خاصة بعملية الانتاج حدي خدمات خاصة بعملية التعليم بحيث ان انت تصلي في الاخر ان انا عندي تنمية مستدامة ايه بقى لا التنمية تنتقل من الفرد لابنه لحفيده وهكذا عبر الاجيال فدوعة يتم جدا من الدولة رؤية استباقية كمان فعشان كده المواطن نفسي يقولك اه المستوى العام للأسعار تفع موجود فعلا لكن انا شاف في حاجات او اه ايجابية بتنمي لي من ناحية التانية وفي نفس الوقت الدولة عينها عالية يعني هي حاسة بي يعني مش مجرد انها ايه العالم كله بيتكلم على اتفاع الأسعار اه لا اتفاع الأسعار لكن في دول عندها نقص شديد ودول عالمية ودول كبرى عندها نقص شديد في سلع غذائية اساسية في بريطانيا مثلا عندها نقص في الماكارونا اعتقدوا في العيش او في الرز كل اللي حبات في الماركة في المخبوزة اه بالزبط احنا عندنا نقص في الماركة عالية كأننا فيش حاجة عصر بالزبط لكن في نفس الوقت الدولة التانية اللي هي مفروض اكثر تقدمة زي ما كان بيتقال لا دفضي وفيها مشاكل وتتسرق وببتاع ومشاكل دخلت على شكل اشكال الفوضى في حياتها وفي شعوبها هنتوقف مع حضرتكم أسادة المشاهدين نخرج لهذا الفصل ثم نعود نواصل حوار أنا مع حضرتكم مرة تانية نزال معنا ومعكم دكتور محمود المتنوني أستاذ الاقتصاد ألهم بحركة دكتور مرة تانية أهل بيك يا تانية وكنا بنتكلم عن عطاء لا يتوقف من مبادرة حياة كريمة وبالفعل أنها تحقق الأهداف التي كانت متوقعة والتي كانت في البداية تتحدث عن أبناء الريف المصري ولكن نجد أنها امتدت لكل مواطن مصري على أرض مصر وأنه حياة كريمة بالفعل بتتحقق لكل شعب مصر خصوصا في ظل تهديدات وتحديات وصعوبات اقتصادية عالمية بتؤثر على الشأن الداخلي في أي دولة في العالم كلمنا يا فاندم عن هذه الرؤية بالفعل حققت شكل من أشكال الأمان والاستقرار والهدوء النفسي داخل يعني النفس المواطن المصري وأيضا نقدر نقول أنه المسؤول في أجواء فيها استقرار ورؤية ثابتة يقدر يصنع قرار وهو على أرض صلبة تمام يعني نلاحظ في الإخصاد المصري يعاني من مشاكل وآزمات جزء منها معروف ومزمن والجزء الثاني جزء خاص بالمرحلة اللي احنا عايشينا بتختلف بقى من مرحلة لمرحلة وهكذا بالنسبة ليه الجزء اللي المزمن الدوري يشغال عليه زي مثلا على سيب النساء مشكلة العجز في ميزان المتواعات دي موجودة دايما بصفة المستمر نحنا واردتنا أكتر من صدراتنا فبنحاول بقدر الإمكان نزود عمليات التصدير بشكل ما لكن نلاحظ مثلا في هذا التوقيت إن ما زال السعي مستمر وراء جذب استثمارات جديدة وإنشاء استثمارات جديدة عشان زيادة الصدرات فطبعا ده بيعمل ايه؟ نوع من تخفيض العجز وبالتالي بيأثر على قيمة العملة المصري فقدام الدولار مثلا فيبتدي قوة الريخصاتنا انتعيش أكتر دي مشكلة مزمنة لكن في مشاكل تانية بتبقى مشاكل عاجلة وطارئة زي مثلا على سين نسال المشاكل الخاصة بارتفاع سعر الفايدة البنك الفترالي الأمريكي نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية فطبعا طبيعي جدا إحنا كمصريين أو البنك المركزي المصري يتأثر بدا ساعتها بنشوف إن متخص القرار بيبقى على وعي وإدراك تهم إن المواطن حيبقى شايف إن إحنا عاوزين الأصلح لنا كمواطنين وكدولة حتى لو تأثر هذا المواطن بارتفاع المستوى العام للأسعار لكن هو بيدرك لأنه فيه صراحة فيه شفافية الشفافية بتقول أنا والله عندي مشكلة يا جماعة ولازم أرفع سعر الفايدة بتاعي وبالتالي المستوى العام للأسعار عشان أحاول أخفضه وحافظ على قيمة العملة المصرية وكده فالمواطن بيتفاهم أقل المستوى اللي بيرتفع عليه من الأسعار لكن في نفس الوقت في المقابل قدر يمتخذ القرار نتيجة هذا القرار الحاسم إنه هو إيه يحافظ على قيمة الجنيه على قد ما يقدر وإن شاء الله هيحاول بإذن الله ينزله فإذا المشاكل الطريقة والعجلة برضو بتتعامل بمواجهة صريحة شفافية تامة معلومات متوفرة مش مخبين حاجة على حد ولا حد مخبين حاجة على حد نفس الشيء في موادات حاجة كريمة المعلومات موجودة إنت عندكم مشاكل في كذا ومشاكل في كذا ويبتدي شفافية أول مرتكزات موادات حاجة مثلا أول حاجة سترسأل عليها الشفافية والمعلومات موجودة متوفرة للجميع فبالتالي الشفافية والمعلومات متوفرة الجميع ده بيساعد متخز القرار إنه يقدر ياخد القرار لأن أنا مدرك إن اللي تحت ده شايف المشكلة وعرفها عنده مبرراته وعنده رؤية للي بيحدث فقادر يفعل أسباب متخز القرار مثلا متخز القرار عشان خطر فيه كذا هيواجهها خلاص تهلت المشكلة الحاجة التانية اللا مركزية يعني احنا بنلاحظ دلوقتي إن اللا مركزية بتخف مع الوقت الشديد جدا في حين إن مبادرة حياة كريمة مثلا اللي هو موضوع الحلقة بيتكلم إيه أول حياة بقى تاني حاجة اللا مركزية في اتخاذ القرار فإذا أحد الوسائل بنطبقها على جمهورية مصر العربية بنطبقها في حياة كريمة لأنها كلها زي ما حالك قلت إيه حياة كريمة للمواطن المصري بيشيري في مصر بس عموما بصفة عامة بالزبط اعتراف الدولة إن هي بيش الوحيدة اللي هتشيلي على كاهلها الموضوع دا كله هي هي منصق جزء من عندها متمثل في وزارات وهيئات وجزء من مؤسسات المجتمع المدني بيشارك في هذا الموضوع وجزء من القطاع الخاص ورجال الأعمال وجزء من القطاع الخاص ورجال الأعمال فكلهم بيشتركوا دلوقتي في خطة واحدة ببقاش رجل الأعمال الهم وإنه نعمل مشروع من ربح بس عارف إنه في رؤية رؤية كاملة للدولة المجتمع المدني نفس الكلام الوزارات نفسها مربوطة بهذه الشبكة فبالتالي التنسيق دا بيعمل نتائج طيبة صحيح هتوقف محارتك مرة أخيرة نخرج لهذا الفاصل ثم نعود طبقا طورت إنه هي عملت مدارس جديدة ومستشفيات مساجد البيوت اللي هي يعني مش كويسة حاولت تبنيها تاني من أول وجديد مساعدة أي حد هناك برضو عايز يتجاوز أو يشوف الأسر اللي محتاجة ومعاشات شهرية وهكذا يعني طورت والبيوت اللي هي كانت منتين بقتهم أحمر ومتشطبة وبقت كويسة وحاجات تانية أزال مية ودخلت لهم حاجات كتير أوي والصرف والمدارس والمساجد يعني حاجات كتير أوي في البلد مبادرة حاجات كريمة طورت الريف المصري أو الريف بقى عمتا إن الكورة المعدومة بقت عندها مية كانش عندها مية الصرف صحي بقى موجود المدارس بقت موجودة الضبطت في ناس كانت معدومة تحت خط الفقر بقى ليهم معيش كلام ده كله يعني والله عملت كل حاجة حلوة عملت بطنة الترى عملت الترى زبطت الترى وزبطت كل حاجة يعني طورت الريف بالكباري والطرق اللي عملوها وحاجات كتير والمساجد والمدارس وطوروا من المدارس وعندين برضو المعهد الأزهاري طوروه وعملوت يعني كانت بتدي أعملوه على دياده وسانو كمان وكتروا المعاشات ريانة مع حضرتكم مرة تانية لازال ما نوم معكم دكتور محمود البتنوني أستاذ الاقتصاد أهلا بحركة دكتور مرة تانية وفي ختم لقاءنا أي توقعات حضرتك للمرحلة القادمة اقتصاديا خاصة في ظل ما يحدث من توترات عالمية تؤثر على الاقتصاد وبيتسأل دايما أي مواطن سواء في مصر أو خارجها يطارى ما هو القادم في حياتي بالنسبة للتوقعات الاقتصادية اللي موجودة لازم ندرك الأول إن الحقيقة الاقتصادية حتترتب على الحياة السياسية اللي موجودة يعني السياسة حتأثر على الاقتصاد بشكل واضح فبالتالي المصلحة هتغلوب طبعا العالم كله حيتاجه في اتجاهات مختلفة بيجي روما صالحه اللي ما عندوش قدرة على التنبؤ أكتر ده اللي هيبقى فريسة عنده مشكلة أي فريسة للمشاكل الموجودة وعنده مشكلة كبيرة جدا بالنسبة إن احنا كمصر أنا بطالب الحكومة طبعا هي ياقزة وعندها القدر على بتخزي القرار كويس بس أنا بطالب إن هم يبتدوا يشتغلوا بفكرة الفريق الواحد مش في مجال الحكومة بس الحكومة مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني زي ما احنا شغالين بس بعمق أكتر في نفس الوقت فيه قبله إن يدرك وتبقى رسالة واضحة للمواطن إن مش هيتم نجاح أي شيء إلا بيقتناع منه بحماس منه بعمله في كل نقطة في هذه الدولة صحيح الدكتور الجامعة يراعي ربنا في شغله الطالب يراعي ربنا في مزاكرته واهتمامه وعلمه وهكذا فبالتالي الكل هيبتدي يشتغل طبعا ده كل ده بدافع من مين أولا من خلال الدين ثانيا من خلال الوطنية بحيث إن أنا عاوز شبالة دي ما عندها قدرة على النجاح وسالسا من خلال الواقع والمنطق والأمر الواقع اللي بيفرد نفسه بالزبط وتحليل أمر الواقع بإنه بالفعل من يعمل مثقالة ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقالة ذرة شرا يرى فهو ده القادم بقى اللي هيعمل خيره ولا هيجني خير وإن شاء الله الحال اللي جاء أفضل بكتير من اللي فات في زل القيادة الموجودة إن شاء الله يا دكتور دكتور محمون البتانوني سيد الاقتصاد شكرا يا فندم على هذا اللقاء وشرفتني فندم شكرا شكرا يا فندم وغدا حلقة جديدة على أرض مصر